اشتركوا في القناة فالقرآن قل الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم وبعد ثم قال وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ تَلَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ صحيح أن هذا الذي أصابكم بسبب فشلكم وتنازعكم واختلافكم على النبي صلى الله عليه وسلم وعصيانكم لأمره لكن هو مع هذا بإذن الله يعني بعلمه ومشيئته وقضائه وإرادته وليعلم المؤمنين الآن سيذكر حكمة هذا الأذى الذي أصاب المسلمين والهزيمة قال إلا بإذن الله وليعلم المؤمنين ليعلم المؤمنين حقيقة الصادقين الموقنين يعلم بمعنى ليظهر المؤمنون حقيقة فالمقصود بالعلم هنا العلم الظهور الذي يتعلق به الجزاء على الأعمال فالله عز وجل قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم لكنهم لا يجازيهم ولا يحاسبهم على علمه الساب حتى يعملوا فيظهر علمه عز وجل وعليه يجري الحساب وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وهذه الفائدة الأخرى ليعلم ويظهر المنافقون حقيقة الذين ادعوا الإيمان وتلبسوا به وهم منه براء وقيل لهم هؤلاء المنافقون الذين أراد الله عز وجل أن يظهرهم وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا يعني هؤلاء المنافقون هم الذين قال لهم الناس تعالوا قاتلوا مع رسول الله أو ادفعوا عن أنفسكم حمية دعكم لا تقاتلون بسبب رغبة في نصرة الحق وشهادة في سبيل الله على الأقل قاتلوا حمية عن بني قومكم وهذا معنى الدفع على القول الصحيح من كلام أهل الإيمان أو ادفعوا بعض أهل الإيمان قال المقصود بالدفع هنا التكثير يعني إن لم تقاتلوا ادفعوا بتكثير سواد المسلمين فيندفعوا بذلك المشرك ولكن الدفع حقيقة يشير إلى معنى المدافعة وهذا أقرب ما يحمل عليه أن المقصود به إما أن تقاتلوا لقصد الجهاد في سبيل الله أو تقاتلوا حمية وقد وقع من بعض المشركين أن قاتل حمية فمن المؤمنين من الأنصار من هم قرابات لهؤلاء والرجل يقاتل قرابة لبني قومهم فهم لم يقاتلوا لا من أجل الإسلام ولا من أجل قومهم أو يدفعوا فماذا كان جوابهم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم اختلف المفسرون في هذه الآية فمنهم من قال لو نعلم قتالا لو نعلم أنه سيحصل قتال لاتبعناكم على ذلك وقاتلنا معكم لكننا نعلم أنه لن يحصل قتال وهذا قال به كثير من المفسرين حقيقة هذا القول قد قال به كثير من المفسرين ولكنك إذا نظرت إلى واقع سياق الآيات وواقع السيرة تجد أن هذا القول لا يجد ما يساعد عليه لما؟ لأن المنافقين مت انسحبوا بعد أن خرجوا ورأوا صف المشركين ورأوا أن القتال يقع فانخذلوا وانسحبوا فمعنى أنه لو نعلم قتالا لو نعلم أنه سيقع قتال لما اتبعناكم لا يستقيم مع هذا وإذن ما المعنى الآخر قولا آخر وإن لم يكن قولا مشهورا إلا أنه لعله أن يكون هو الأقرب قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم يقولون لو نعلم أن هذا الذي تخرجون إليه قتال حقيقي يقاتل على مثله الناس ساتبعناكم لكنكم أنتم لم تذهبوا إلى قتال أنتم ذهبتم أشبه ما يكون إلى الانتحار والتهلكة وإلقاء أنفسكم في الهلكة وهذه ليست حال القتال وهذه حال انتحار ولأجل ذلك لا نتبعكم على هذا الأمر ولأجل ذلك ننسحب لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ يعني هم للكفر في حال قولهم هذه المقولة وفعلهم هذا الفعل وقتئذ أقربوا للكفر بسبب هذا القول وهم أقربوا إليه وإلى ما يدل على الكفر من قربهم إلى الإيمان وما يدل على الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فنص على الأفواه مع أن القول لا يكون إلا من الفم لكن لماذا ينص عليه أنه قول بالفم لينفي مواطأة القلب عليه قال بأفواههم وأكد ذلك فقال ما ليس في قلوبهم يعني لم تنطوي عليه لن تنطوي عليه قلوبهم حقيقة يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون بالذي أسروه وكتموه عن الصحابة في صدورهم وسيعاقبهم الله عليه قال عز وجل بذلك الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين يعني المقصود به هنا الذين تخلفوا عن القتال وقعدوا عنه لما قعدوا وتخلفوا قالوا لإخوانهم على سبيل التندم والندم والحسر على ما أصابهم لو أطاعونا ما قتلوا يعني لو أطاعونا في عدم الخروج والقتال لما أصابهم لما أصابهم القتل فجاء الرد عليهم سريعا من الله عز وجل قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إذا كنتم فعلا ترون أن القعود يمنع من القتل ويمنع من الموت فدرأوه ادفعوا هذا الموت عن أنفسكم إن كنتم صادقين ثم قال عز وجل أردًا عليهم فقال وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ يقول الله عز وجل مخاطب النبي لا تظنن أيها النبي عليه الصلاة والسلام أن الذين قُتلوا في الجهاد فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ لا تَحْسَبُهُمْ أَمْوَات كسائل الناس بل للحقيقة أنهم أحياء وهم أحياء حياةً خاصةً بالمجاهدين الذين استشهدوا في سبيل الله لهم حياة خاصة يختلفون فيها عن حياة باقي الأموات بل أحياء عند ربهم يُرزَقُون وهذا مما يدل على حياتهم حياةً خاصةً ليست كسائل حياة الموت ولذلك قال عند ربهم ويرزقون أيضاً وهذه من صفات من صفات الأحياء لكن حياة خاصة خاصةً بهم من مظاهر حياتهم أنهم فرحين بما آتاهم الله من فضله فهم فرحين بالفضل الذي أعطاهم الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم يستبشرون بإخوانهم الذين لم يقتلوا من المجاهدين في سبيل الله أنهم إن قتلوا في سبيل الله سيلقون من الأجر والفضل والكرامة مثل ما لقوهم عند الله يستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أنا؟ ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمرهم ولا يحزنون على ما تركوا من دنياهم وتركوا من الدنيا الشاء كثيرة تركوا مالهم تركوا أولادهم فهم لا يحزنون عليهم لأن الله عز وجل يحفظهم لهم فأورثهم الأمن في المستقبل والأمن في الماضي وهذه غاية الأمن التي لا تكون إلا لمن جاهد في سبيل الله عز وجل ثم قال عز وجل بعد ذلك وكل هذا في فضل الموت في سبيل الله والحديث عن الموت في سبيل الله هنا مناسب لما حصل في معركة أحد لأن في معركة أحد حصل فيه كثير من القتل فناسب ذكر الشهادة في سبيل الله وفضلها وأجر أهلها ومن ذلك قوله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين يستبشرون يعني يفرحون مع هذا الثواب يستبشرون يعني يفرحون مع هذا بالنعمة العظيمة من الله عز وجل والفضل الكبير منه فهو ثواب كبير من الله وهو النعمة وفضل وهو الزيادة على أجور أعمارهم ولذلك قال وفضل النعمة هي الأجر الذي وفّونه بدخول الجنة والفضل هو الزيادة وأعظم الزيادة هو النظر إلى وجهه الكريم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ينعم عليه بهذا الفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فهم واثقون أن الله عز وجل سيحفظ لهم ثواب أعمالهم وأجر جهادهم لأنه عز وجل لا يضيع أجر المؤمنين ثم قال عز وجل أجر المؤمنين هؤلاء من هم المؤمنون يعني يجوز أن يقول الذين استجابوا فيكون الذين استجابوا تفسير للمؤمنين ويجوز أن يكون استئنافاً لبيان حالة خاصة من أحوال المؤمنين الصادقين فقال عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم هذه الآية الكريمة تشير إلى شيء وقع بعد معركة أحد فإن المشركين بعدما كروا على المؤمنين وقاتلوا منهم من قتلوا وتفرق الصفان وابتعد المشركون ووقعت لهؤلاء حالة من التفكر وللمؤمنين حالة من التفكر أما المشركون فإنهم لما بعدوا قالوا كيف بعد أن انتصرتهم هم فرحوا بهذا النصر لأنهم ما كون يتوقعون أن ينصر بعد الهزيمة الذريعة في بداية الأمر فهم أرادوا الذهاب حتى يرجعوا إلى قرمهم بأنهم قد انتصروا فلما ابتعدوا قليلا قالوا كيف وقد تسلطتم عليهم تدعونهم دون أن تستأصلوهم فتقتلوهم وتستأصلوا شأفتهم فهموا بجمعهم مرة أخرى والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والكر عليه في المدينة والصحابة لما حصل ذلك وعاد إليهم رشدهم وثقتهم بالله عز وجل سمعوا بأن المشركين قد هموا بالرجوع فتواعدوا في حمراء الأسد موقع وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعني إلا رجل شهد أحد فقط ويقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء دون غيرهم من المؤمنين لا يريد أن يخرج إلا من شهد أحد وهذا لأمور سبحان الله أولا مزيد تمحيص للمؤمنين مع أن فيهم الجراح والأدى الشديد حتى جاء في بعض الروايات أن اثنين من الصحابة أخوين أمرهم النبي بالخروج لما سمعوا صائح النبي فاستجابوا وخرجوا أحدهم كان مجروحا فكان أخوه يحمله بعض الطريق ثم يدعو يستح يحمله في بعض الطريق حتى يصل قد بلغ بهم الأدى والآلام غاية ما يتصوره الإنسان حتى إن أحدهم لا يحمل الآخر يصل بل بعضهم يتعاقبون في حمل بعضهم حتى يصلوا إلى هذا المكان الذي يتواعدوا فهذا مزيد تمحيص ثم الأمر الآخر فيه ما يصح أن يسمى القدرة مرة أخرى أو فتح المجال لهم أن يتشفوا من عدوهم ويأخذوا بثأرهم هذا العدو الذي قتل منكم من قتل وأوقعكم بهذا الذي حصل ها هو مرة أخرى قاد الرجع فتكون النفوس مليئة غيظا عليهم ويكون هذا أدعى إلى قتالهم والحمية عليهم فما أثنى الله عليهم ثناء عظيما في هذه الآيات فقال الذين استجابوا لله والرسول استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح يعني الألام والجراح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم أحسنوا في عملهم واتقوا الله عز وجل بامتثال أوامره واجتنابه وهي أجر عظيم من الله عز وجل هؤلاء هم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هؤلاء قال لهم إن أبا سفيان قد جمع لكم جمع لكم الناس ليأتيكم ويستأصل شأفتكم فماذا كان قولهم هل جزعوا هل سخطوا فلقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يعني الله حسيبنا وهو كافينا عز وجل وهو ناصرنا على عدونا ونعم فسبحان من هو حسب عباده وكافيهم وسبحان من ينصرهم ويعينهم خذل الله عز وجل المشركين عن قتال النبي وأصحابه فجاء في بعض السير أن معبد ابن أبي معبد الخزاعي لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله في كلام هذا معناه قال والله لقد ساءن ما أصابك وأصاب أصحابك ووددنا أن شهدنا المعركة معك ثم ذهب إلى أبي سفيان فلقيه أبو سفيان فقال ما تقول يا معبد قال والله لقد رأيت محمداً قد أجمع لحربكم وجمع الناس لكم قال فما الرأي؟ قال أرى أن تنجو فاختلف المشركون في ذلك وتنازعوا ثم أجمع أمرهم على آخر الأمر على الرجوع إلى مكة فلحين بهذا النصر الجزئي الذي حصلوا عليه ولذلك قال عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله انقلبوا بنعمة يعني انقلبوا معناه رجعوا انقلبوا ليس بقوة وليس بشدتهم ولا بقوتهم وعتادهم إنما الانقلاب هذا حصل بنعمة من الله وفضل بنعمة من الله عز وجل عظيمة وفضل منه عز وجل لم يمسسهم سوء فهم انقلبوا إلى أهلهم بنعمة من الله وهي الأجر على صبرهم وجهادهم وانقلبوا أيضاً إلى أهلهم بفضل وهو الزيادة على الأجر لم يمسسهم سوء فرجعوا بالأجر والزيادة وسلامتهم من السوء واتبعوا رضوان الله يعني اتبعوا ما يرضي الله عنهم والتزموا به من طاعته والكف عن معصيته والله ذو فضل عظيم يعني وهو عز وجل صاحب فضل عظيم على عباده على عباده المؤمنين ثم قال عز وجل بعد ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم إن كنتم مؤمنين يقول عز وجل إنما المخوف إنما المخوف لكم الشيطان وهو يخوف أنصار يخوفكم بأنصاره وأعوانه وجنده فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين لا تخافوهم لأن الخوف حقيقة لا يكون إلا لمن له حول وقوة وطول وهذا هو الله عز وجل وليس هؤلاء الخلق مهما كان بيدهم من عتاد وقوة ولذلك قال إن كنتم مؤمنين لأن الذي يخاف الحقيقة من الله هو المؤمن وهو الذي يعظم الله عز وجل ولا يعظم أحدا سواه قال عز وجل بعد ذلك ولا يحزنك الذين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لي يضروا الله شيئا يقول الله عز وجل لا يحزنك أيها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوقعك فيه الذين يسارعون في الكفر مرتدين على أعقابهم من أهل النفاق خاصة بعد أحد حيث سارع كثير من المنافقين وظنوا أن الإسلام قد قد انقطع أمره وزالت قوته فسارعوا في الكفر وهذا مما يوقع في النفس الحزن هم حقيقة لم يؤمن ولذلك قال لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة أن لا يجعل نصيبا في الآخرة من ثوابه وجزائه ونعيمه ونعيمه حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ينتظرهم في الآخرة على كفرهم يقول عز وجل إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا أصل الشراء في اللغة الاستبدال أصل الشراء في اللغة الاستبدال ولذلك يطلق على طرفي العقد في البيع والشراء يطلق على كل واحد منهما أنه مشتري لأن في الحقيقة كل منهما يستبدل هذا يعطي ماله فيأخذ بدلاً عنه البضاعة وهذا يعطي البضاعة ويأخذ بدلاً عنها المال فكل منهما بهذا الاعتبار مشتري ولذلك يصح أن يطلق على البائع المشتري وعلى الآخذ أيضاً أنه مشتري من هذا الوجه قوله عز وجل وَإِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ يعني استبدلوا الكفر بالإيمان ودائماً إذا كان المأخوذ أقل من المعطى فإن الباء تدخل على الأعلى إذا كان المأخوذ أقل من المعطى فإن الباء تدخل على الأعلى كما في هذه الأعلى إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فلما كان الإيمان هو الأعلى اندخلت الباء عليه مثل قوله عز وجل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضْرُّوا الْلَهَا شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ثم قال عز وجل وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ يقول عز وجل لا يظن أن الذين كفروا أن الله حينما أمهلهم وأطال أعمارهم على ما هم فيه من الفجور والكفر والعناد والصد عن سبيل الله لا يظنون أن هذا الإطالة والإمهال خير له بل هذا من الإمداد والإمهال ليزدادوا إثما ولذلك يقول عز وجل وأملي لهم إن كيدي متين أملي لهم حتى يزدادوا إثما على إثمهم وأملي لهم حتى يقطع كل عذر يعتذرون به ويملي لهم حتى إذا جاء العذاب عليهم ونزل بهم كان هو الغاية في إهلاكهم وإعزاز المسلمين وهذا الحقيقة يجب أن يتنبه الإنسان هذه صحيح أنها في الكافرين لكن حتى المقيمين على المعاصي من أهل الإسلام المقيمين عليها الإنسان الذي يخالف أمر الله ويجاهر بالمخالفة ولا تجده إلا في المعاصي والسيئات ومع ذلك الله يرزقه وينعم عليه وتفضل عليه ويحسن إليه لا يظن أن هذا خير له بل هذا من الإمهال والإمداد له ولذلك إذا رأيت أن الله عز وجل يعطيك على ما أنت عليه من المعاصي فاعلم أن الله يمكر بك وأن هذا من المكر من المكر بك ثم قال عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب من رسله من يشاء يقول الله عز وجل ما كان من حكمة الله وقضائه أن يطلعكم على غيبه فإن الغيب لا يعلمه إلا الله قضى الله وحكم أن الغيب لا يعلمه إلا هو عز وجل وقد اختص بعض عباده وخلقه بأن يطلعهم على شيء من الغيب ولذلك قال ولكن الله يجتب من رسله من يشاء الاجتباء يعني الاصطفاء والاختيار يجتب من رسله من يشاء فإذا اجتباهم أطلعهم على بعض غيبه عز وجل ولهذا قال عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب يعني ما كان من حكمة الله أن يذركم على ما أنتم عليه من الاختلاط بين المؤمنين والمنافقين والتفرق وعدم التمييز المؤمنين عن المنافقين حتى يميز الخبيثة من الطيب حتى يميز بين المؤمن وغير المؤمن التمييز كيف يكون وكيف يحصل بالابتلاءات بأنواع الامتحانات هذه الابتلاءات وهذه الامتحانات هي التي تميز المؤمن عن المنافق والصادق عن الكاذب ولهذا قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب يعني الله ليس من قضاء الله وحكمته أن يطلعكم على الغيب فتعلمون من المؤمن وتعلمون من المنافق ليس من حكمة الله عز وجل وإلا لو أطلعكم لن تفى حكمة الابتلاء والتكلف ولأجل ذلك لم يطلع الله المؤمنين على المنافقين بأعيانهم وإنما ذكر صفاتهم وجعل المؤمنين تعرضون لأنواع من البناء يعرفون بها المؤمن من المنافق وما كان الله يطلعكم على الغيب ولكن الله يجذب من رسله يعني يختار يختار من رسله فيطلعهم بما يشاء وقد أطلع الله نبيه على بعض على أسماء المنافقين وعلمهم بأعيانهم ولكن الله يجذب من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فحققوا الإيمان بالله إذا أمر الله المؤمنين بالإيمان فالمقصود به تحقيق الإيمان والثبات عليه والدوام عليه يعني الذين آمنوا آمنوا بالله معناها أثبتوا على إيمانكم وحققوا وحققوا إيمانكم آمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا يعني إن تؤمنوا الله إن تؤمنوا بالله حقا وإلا الإيمان قد حصل لكن إن تؤمنوا بالله حقا وتتقوا الله بفعل أمره وترك نواهيه فلكم على ذلك أجر عظيم يعني جزاء عظيم من الله وهذه يعطينا هذه الآية تشير إلى قضية سنة الابتلاء التي يتميز بها المؤمن من غير المؤمن هذه سنة من الله عز وجل أن يبتلي عبادة فيتميز المؤمن من غير المؤمن ثم قال عز وجل وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُمْ مِنْ فَضْلِهُ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يقول عز وجل وَلَا يَظُنَّنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ يعني يَمْنَعُونَ عَطَاءَ مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ عَزْزَوَجَلُ مِنْ فَضْلِهُ مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَانْظُرُوا أَنَّهُمْ بَخِلُوا ليس بشيءٍ هو لهم وليس بشيءٍ هم يملكونه بل هو فضل الله الذي تفضل عليهم فأعطاهم إياه وَلَا يَحْسَبَ الَّذِينَ أَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ لأن ما بَخِلُوا به ماذا سيكون نتيجته عليهم يوم القيامة قال عز وجل سيطوقون سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة هذا الذي بخلوا به سيكون طوقا من نار يوم القيامة عليهم يطوقون به وإذا لا يفرحوا به لا يفرحوا بإبقاء أموالهم ومنعها عن سبيل الله وعدم بذلها في سبيل الله بل إن هذه الأموال ستكون عليهم في الآخرة طوقا يطوقون به ثم قال عز وجل ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير يعني لله عز وجل ملك ما في السماوات وما في الأرض وإليه يرجع كل ما في السماوات والأرض فهو الذي يلثه عز وجل لأنه هو الحي عز وجل الباقي وما أن عداه من الخلق يموتون ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فكل ما في السماوات والأرض يرجع إلى الله عز وجل ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير خبير بأعمالكم خيرها وشرها وسيجازيكم عليها هذه الآيات الكريمة بدأت بخبر الله عز وجل عن سمعه لمقالة اليهود يقول عز وجل قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وهذه المقالة قد قالها اليهود قاتلهم الله عز وجل وقالوا ذلك استهزاءا بعد أن سمعوا الآيات التي فيها دعوة للمؤمنين إلى الإنفاق في سبيل الله وإلى إقراض الله القرض الحسن فليجل ذلك قالوا إن الله فقير حيث يطلب منا القرض ونحن أغنياء بما عندنا من الأموال يقول عز وجل سنكتب ما قالوا سنكتب هذا القول الذي قالوه في صحائف أعمالهم التي سيلاقونها ويجازون عليها يوم القيامة ونكتب أيضا عليهم رضاهم بقتل الأنبياء رضاهم بقتل الأنبياء أو بقتل أسلافهم لأنبياء الله عز وجل حيث قتلوهم عمدا وعدوانا بغير حق وأن نقول لهم جميعا ذوقوا عذاب النار المحرق ذوقوا عذاب ذوقوا عذاب الحريب هذا العذاب الذي نزل بهم وحل بهم بسبب أعمالهم يقول عز وجل ذلك بما قدمت أيديكم يقول عز وجل ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد هذا الذي نزل بهم من العذاب بسبب ما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام لعبيده بل هو عز وجل العدل الحكم الذي لا يظلم أحدا سبحانه وبحمده وهو القائل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما قال الله عز وجل بعد ذلك بعد أن ذكر شيئا من صفات اليهود ذكر صفة أخرى قال عز وجل الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار الذين قالوا يعني هم الذين قالوا أو وهم الذين قالوا إن الله عهد إلينا هم الذين قالوا كذبا وافتراء إن الله قد أوصانا وعهد إلينا ألا نؤمن لرسول يدعي أنه رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قالوا ذلك كذبا عن الله عز وجل أن الله عهد إليهم هذا العهد وجعل أمارة صدق الرسول أن يأتي بقربان يعني تقرب إلى الله بأي نوع من أنواع الطاعة وقد كان قديما إذا قرب الإنسان قربانا فعلامة قبول هذه القربان أن تنزل نار من السماء فتحرق هذا القربان وعندئذ يكون قد تقبل قد تقبل منه فقالوا لا نصدق لرسول حتى يقدم قربانا فتحرقه النار ونحن نرى عندئذ نؤمن نؤمن بالصدق أولا هم قد كذبوا على الله وافتروا أن الله عهد إليهم بهذا العهد ثم إنهم كذبوا على الله أيضا أن حصروا أدلة صدق النبي ودلائل نبوته في هذه الصفة فكذبوا من جهتين كذبوا على الله كذبوا على الله من جهتين ولهذا قال عز وجل آمر النبيه بأن يرد عليهم فقال قل أيها النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءكم رسل من قبل بالبينات يعني بالأدلة الظاهرة البينة الدالة على صدقه بل ومن رسل الله من جاء بالذي قلتم وادعيتمه يعني من الأنبياء من جاء بنفس الآيات التي طلبوها والصفة التي ذكروها فلما قتلتموهم يعني ليس المسألة أنهم لم يقبلوا منهم ولم يتبعوهم لا أعظم من هذا قتلوهم وما يعرف في أمة من الأمة تقتل الأنبياء إلا إلا اليهود هم الذين تجروا على قتل تجروا على قتل الأنبياء وتجروا على ما هو أعظم من ذلك حيث وصف الله عز وجل تعالى الله عن قولهم بكل نقيصة ثم قال إن كنتم صادقين في زعمكم أن الله عاهد إليكم وأن هذه هي البينات الدالة على صدق على صدق النبي ثم قال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك يعني إن كذبوك أيها النبي فيما تقول وفيما أرددت عليهم به فاعلم أن هذا هو ديدنهم وهي سجيتهم وطبيعتهم فلست أول الرسل الذين كذبوه بل قد كذبت رسل من قبلك رسل كثيرة جاءوا بالبينات بالأدلة الواضحة على صدقهم وجاءوا أيضا بالكتب المجتملة على المواعظ والرقائق وهي الزبر الزبر هو كتاب لكنه يغلب عليه جانب الوعظ جانب جانب الوعظ هي الكتب التي يغلب عليها جانب الوعظ والتذكرة والزبر والكتاب المنير الكتاب الهادي بما فيه من الأحكام والشرائع فإذن قد كذبت رسول الله وقد جاءوا بالبينات الظاهرة وجاءوا بالزبر وهي الكتب التي فيها المواعظ والرقائق وجاءوا بالكتاب الهادي بما فيه من الأحكام والشرائع ولذلك قال والكتاب المنير يعني جنس الكتاب المنير الذي ينير للإنسان ينير في ذاته وينير هو منير في ذاته ومنير لغيره ثم قال عز وجل بعد ذلك كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يقول عز وجل كل نفس وهذه من ألفاظ العموم مهما تكون هذه النفس مهما تكون هذه النفس صغيرة أو كبيرة شريفة أو وضيعة قوية أو ضعيفة مهما تكون تلك النفس فإنها لابد أن تذوق الموت أبداً كل نفس تذوق هذا الموت ولذلك قيل إن الموت أعدل مخلوق لأنه لا يفرق بين أحد لا يسوي بين الكبير والصغير والشريف والوضيع والذكر والأنثى لا يفرق بين أحد وقيل إن الموت كأس كل سيشرب منه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فإذا كانت كل نفس ذائقة الموت فلا يغتر الإنسان بهذه الدنيا ولا بما فيها من النعيم لأن يوم القيامة هي المحك الذي يكون عليه الإنسان ولذلك قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة يعني توفونها وتوافونها تلقاكم الأجور وأنتم الذين تلقونها توفون أجوركم يوم القيامة توفونها تامة غير ناقصة إن حسنا فحسن وإن سيئا فسيئ ولذلك جاء في حديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وإنما توفون وجوركم يوم القيامة ثم قال عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز زحزح عن النار يعني أبعد عنها زحزح عن النار بمعنى أنه أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا هو الفوز الحقيقي الذي لا فوز قبله ولا فوز بعده هذا هو الفوز النهائي غاية الفوز أن يبعد الإنسان وينجو من النار وأن يدخل الجنة عندئذ يكون الفوز الذي لا فوز مثله ولهذا قال فقد فاز فقد فاز الفوز فقد فاز الفوز التام ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لأن الحياة الدنيا قد يفوز فيها الإنسان وقد ينال شيئا من من مناصب الدنيا ومكاسبها ولكن هذه المناصب والمكاسب تزول مهما أعطي الإنسان تزول وتذهب سريعا فالإنسان يعيش في هذه الدنيا ستين وسبعين أو مئة سنة ثم بعد ذلك يدع هذا النعيم ويذهب لو لم يكن من حسرة أهل النعيم إلا أنهم سيعلمون أنهم سيغادرون هذا النعيم لكفى بهذه الحسرة عذابا عليه لأن الذي لا يملك النعيم لا يختلف عنده الأمر أن يذهب أو يبقى لكن من الذي يتحسر صاحب النعيم أن يغادر هذا النعيم فكيف إذا علم أنه سيغادر النعيم لا إلى مصير الحسن أن يعرفه ويرجوه بل ما يدري يذهب إلى جنة أو إلى نار ما يدري هل فيه قيامة أو لا ولذلك هي متاع زائل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يعني متاع المخدوع الذي يخدع بهذه الدنيا ويغتر بها ثم قال الله تعالى بعد ذلك لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ يقول الله عز وجل لعباده المؤمنين لَتُخْتَبَرُنَّ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ تُخْتَبَرُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَتُخْتَبَرُونَ فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْتَبَرُونَ فِي أَدَاءِ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ الَّتِي أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهَا كل هذه أنواع من الاختبارات والابتلاءات التي يُبْتَلَى بها المؤمن وليس هذا فقط بل هناك نوع من الابتلاء الآخر الذي يُصيب الإنسان في دينه وعقيدته فيُبْتَلَى بها من هؤلاء الكفار من أهل الكتاب من كفرة أهل الكتاب ومن المشركين ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا أذن كثيرا بالاستهزاء بكم وبدينكم بالطعن بالسب وهذا الحقيقة مما يؤذي المؤمنين بالله المؤمنين الصادقين يتأذون من هذا التطاول على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى ملتهم ونحن لا نزال نرى في عصرنا هذا تطاولا على ديننا وتطاولا على قيمنا وتطاولا على كل عزيز عندنا وهذا من الأذى الذي يبتلى به المؤمنون والواجب على المؤمنين أن يصبروا على ذلك وأن لا يفت في عضدهم ولهذا يقول عز وجل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور إن تصبروا على هذا على هذا الأذى وأن تصبروا على الابتلاء الذي ينالكم وأن تصبروا على القيام وأداء الحقوق التي أوجبها الله عليكم وتتقوا الله في ذلك في هذا الصبر بطاعته واجتناب نهيه فإن هذا الفعل منكم فعل الصبر والتقوى من عزم الأمور من الأمور التي يُعزم عليها من الأمور التي يجتهد الإنسان في تحصيلها ولذلك قال عز وجل فإن ذلك من عزم الأمور التي يُعزم الناس عليها ويتنافس المتنافسون عليه يعني هذا من أشرف وأفضل ما عزم الإنسان على القيام به وأشرف ما تنافس الإنسان الإنسان عليه سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر